نخلينا في البداية نتناول حفل إفطار غير تقليد شوية الطبيعي جدا أنه مجلس الإدارة أو رئيس النادي كابتن محمود الخطيب يكرم فرقة فايزة والطبيعي جدا يحتفي بفريق واخد بطولة طيب لما فريق رجال للكرة الطائرة يخسروا فرصة الفوز بالدور والكاس والطائرة يا جماعة في الأهل حاجة كبيرة قوي حاجة دخلت موسوعة الأرقام القياسية العالمية سواء على مستوى الرجال أو البنات أو حتى على مستوى الأفراد نفسهم في عدد من اللعيبة زي عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح عندهم أرقام قياسية لوحديهم تاريخية الرجال خسروا الدور والكاس البنات خادوا الدور والكاس لكن الفريتين بيستعد للسفر معا إلى تونس عشان يشاركوا في البطولة الأفريقية في تونس الولاد حيكون البطولة من 10 إلى 17 مايو والبنات بعد يوم على طول من 21 مايو حتى 1 يونيو الفكرة في حفل مختلف الفكرة أنا أقول لك حاجة الحقيقة يعني مؤكد مؤكد أن اللعاب الصلاة شهدت شقلبة السنتين اللي فاتوا ففي الوقت اللي إحنا استطعنا أن نأخذ كرة السلة إلى منطقة ممتازة جدا بأن أثارها في نتائج حتى الآن في بطولات الموسم الحالي إلا أن كرة اليد مازالت متعثرة والتعثر بيزداد ولكن الكرة الطائرة هنا المفاجأة لكن هي مفاجأة لها سبب أستاذ إبراهيم إيه سببها؟ إن العالم وخصوصا البطولات الإفريقية والعربية يعني لها نظام ما كأنه نظام تأجير البطولات أي تأجير البطولات طبعا أنت مفروض أنك بتلعب أنت بطل فبتمثل ناديك في البطولات الإقليمية طب أنت بطل موسم الموسم ضع برا عن إيه؟ إنك أنت زي كرة القدم لك موسم انتقالات محدد بقواعد محددة وبعدين بالسكواد ده بتيجي تكمل الموسم بتاعتك أو بالفريق اللي أنت مكونه لما بتيجي تطلع بقى بطولات عالمية أو إقليمية الاتحاد الدولي بيسمح في فطرة الانتقال الأخيرة بأنك تعمل بعض الدعم بس لازم يكون معاك ومسجل عندك في فريقك اللي أنت كسبت به اللي أنت تأهلت به أما وإنك أنت طبعا عشان ما يبانش الكلام أننا نقول الزمالك أولا لازم نبريك له ولازم أقول لك أنه صرف بذكاء هو استفاد من اللواح بذكاء شديد واستطاع وهو الفريق الذي مني بمجموعة هزائم من كل أنديت مصر من سموحة ومن هليوبلس وابتدى بشكل ولكنه استطاع من خلال استرجاع ودعم الثلاث لعبة لأن فريق الجمالك أو كرة طايرة بشكل عام وهم ستة في الملعب وبكتير اتنين يبدلوا معاهم بنفس الليفل أو المستوى فاستطاع أنه يركز اهتمامه بدلا ما يجيب مثلا لعيب أجنابي لمدة أربع خمس ست شهور لا يلم المبلغ ده كله ويجيبهه تلت أسبوعين أو تلاتة يخلص بيه البطولة ومع السلامة دليل الكلام اللي بقوله لك أنك داخل على البطولة الإفريقية أنا معرفش لحد الوقت القرار أنت يمكن تكون قادر مني هل الزمالك حيلعب البطولة الإفريقية الزمالك أعلن انسحابه من البطولة لأنه الاتحاد الأفريقي أصر أنه أي لعب محترف في أي فريق يكون مسجل معاه ثلاث شهور قبل ما وعد البطولة الأفريقية لكن أنت تقدر تجيبه ثلاث أسابيع وتكسب بيه بطولة الزمالك استفاد من النظام الغريب اللي تحط عندنا يكاد يكون أول مرة يعني هتقول أنت ما دعمتش ليه بتاع ما أنت خلاص سبقت خدت اللعيبة وأنا بقيت أعايز بسرعة أعمل حاجة مش دائق فيه فرق أنك أنت تبقى التخطيط أنت عارفه حتستفيد منه برقادله بدري وأنت بتتعامل كرد فاعل خلال عشر طيام عايز تلحق الموضوع أه كان في أجانب بس من إمتى من أول الموسم بالسنة الفاتحة والسنة لكن لازم نبرك للزمالك كسب دوري وكاس الماتشات كانت قريبة جدا حتى الأهلي كان يكسب بشكل قريب جدا ويخسر بشكل قريب جدا طيب هو الأهلي ما دعمش فريق كرة الطائرة لا دعمه عنده ناس وجاب لعيب وجاب عذب بتاع بيتروجيت ودعم نفسه والسنة اللي فاتت بكذا وطلع له لعيبة صغيرة كويسة وكل حاجة لكن إذا بضلنا على نظام تأجير البطولات هيؤثر على المستوى الداخلي أستاذ إبراهيم لإيه لأن كده تبتدي بقت إيه هتعمل كده مش مهم إنه عندي فرقة بتكسب من أول يوم بتشتري الكاس لا أستنى آخر شهر أجيب اتنين لعيبة يخلصوا للليلة وإنت وتوفيقك اللي يعرف يجيب لعيب بطولات ديليفري لا اللي يعرف وبرضه عايزة توفيق متى ممكن تجيب لعيب ما عملش معك حاجة وفيه لعيب يلبس فجون يعني هو الزمالي جاب اتنين لعيبة واحد يمسك السيرف ما يسيبوش إلا بعد أربعة خمسة بلطف كل مرة والتاني عنده كل مهارات الكرة الطائرة هرنانديز ده وأنا تذكر إن أنا قبل وهم لسه بلعب سموح قلتلك أه على القيد أه قلتلك كلام ده يعني حيبقى صعب لكن أنا لا أتحدث عن إنك فريق من حقك تستفيد من اللوايا بالضبط بالضبط مبروك لزمالك لكن تعال بقى نتنقل على المستوى الإفريقي ليه الكابتن عمل اللعدة دي هو لا يكرم الهجيمة أي ولكن يدعم الروح المعنوية لفريق يعلم أيوه أنه قابل ظروفا لن يجدها في البطولة الإفريقية أيوه حيلاعب الفرق الإفريقية الفريق عنده رصيد كبير لا حيلاعب الفرق الإفريقية آه بلعبتها أيوه لكن أنت هتشتغل زي ما أنت إحنا عانينا من بعض البطولات العربية أنك بتخش تلاقي فريق بالكامل يا متجنس يا جاي على البطولة وتخلص البطولة تنفض يعني البطولات العكس بقى في السلة أنت تعرف في البطولات الإفريقية في السلة أو البطولة الإخرانية دي تقدر تجيب محترفين أي فالدعم نفسك بلعبة جامدة جدا لكن ما تعرفش محليا تعمل إيه لابد من الوصول إلى صيغة تسبت هذه الأمور داخليا وخارجيا داخليا وخارجيا عشان الناس تعرف تشتغل وعشان المستوى العام لألعابنا يبقى معتمد على فعلا اللعيبة بتاعتنا تمام ده كان كلام مهم جدا وبالروح الرياضية الموانس عدلي بيهن الزمالك على الفوز بالدوري والكاس